أقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي يأتي ذلك لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة التي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فعالية وعملية ذلك استجابة لدعوة رئيس عبدالفتاح السيسي كما نقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل بما يتعلق أو فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها لاحقا لرئيس الجمهورية